الحمد لله وكفاء وسلام على أبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة وبعد سؤال التلمذي أبواب الدعوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يقول إذا خرج مسافرا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عمر ابن علي المقدمي البصري قال ابو حاتم الرازي صدوق قال النسائي ثقة زينا مع التلمذي أبواب الدعوات المقدمي قال ابو حاتم الرازي صدوق قال النسائي ثقة قال مسلم من القاسم ثقة قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن ابراهيم بن أبي عدي السلمي مولاهم البصري قال ابو حاتم ثقة قال ابو حاتم ثقة في الميزان انه قال لا يحتاج به صح انه قال ثقة وذكر ابن الحبان ايضا في الثقات وسقق ابن مهدي وغيره عن شعبة وشعبة امير المونيف الحديث عن عبد الله ابن بشر الخصعمين ابو عميل الكوفي قال ابو حاتم رازي شيخ والحق انه حسن حديث لا يضعف عن ذلك قال عن ابو زرعة ابو زرعة ابن عمر بجري ابن عبد الله البجري اسمه هرم ابو زرعة من خيار التبعين من الثقات قال ابن معين ثقة قال ابن خراش ثقة صاحب سنة قال عن ابو راية رضي الله عنه وارضاء وابو راية سيد السبع المكترين عن نبي الأمين حاضر الأسئلة ان شاء الله نجيبها بإذننا فقال ابو راية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعي ومد شعبه ومد شعبة إصبعه يعني كانه إلى السماء قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم أصحبنا بنصحك وقلبنا بذمة اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من أعساء السفر وكآبة المنظر المنقلب قال التلميزي كنت لا يعرف هذا إلا من حديث ابن أبي عادي حتى حدثني به سويد وبسألني عن شعبه بهذا الإسناد نحو قال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي إلا من حديث ابن أبي عادي عن شعبه هذا حديث عظيم يبقى لنا كيف أن الإنسان في حل وقت الحالي أفقر ما أكون إلى الله جل في علاه وأفضل ما يتقدم بالعبد وعبادة الله جل في علاه أن يظهر افتقاراً وحاجة لله جل في علاه أن يظهر الافتقار والحاجة لربه جل في علاه فيفتقر إلى الله بإظهار العجز والنقص وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله جل في علاه وأنه لا يتحول من شيء إلى شيء من ضعف جل قوة من معصية إلى طاعة إلا بالله إلا بالله قال أنه إذا كان إذا أراد أن يسافر فراكب الراحلة وماذا يقول يدعو بعدما يشير بإصباعي والإشارة هنا فيها علامة عقدية مهمة الإشارة تكون إشارة إلى السماء فيها لمحة عقدية مهمة ما هي هناك لمحة عقدية مهمة في هذا الباب ما هي التوحيد وإشارة إلى السماء العلو والله جل في علاء والافتقار والدعاء بأن الذي في السماء هو الذي يرعاه نعم أشارة بإصباعي نمتازين جزاكم الله خير التوحيد مع سدق اللجأ لله جل في علاء مع إظهار الافتقار قال الإشارة لابد أن تفهمها أنها رد على الأشعر الذين ينهون عن الإشارة عشار ثم ما قال قال اللهم أنت الصاحب في السفر أشعر ثم قال اللهم أنت الصاحب في السفر أي أنت المعين وأنت معناها هنا المصحبة معناها الملازمة وهذه لا تنافي العلوم فهو هنا استجراري في الدعاء لمعية الله جل في علاء اللهم أنت الصاحب في السفر هنا استدعي واستنزم المعية معية الله جل في علاء فهو هنا يستدعي المعية معية الله جل في علاء أنت الصاحب في السفر أنت معي ربي ومن كان معه الله فمن عليه ومعيات الله هنا معيات التوفيق والتزديد والنصرة والتأييد هذه معيات الله للفعلها وهو طلبها قال اللهم أنت الصاحب في الصفر يعني أنت معي ربي وأنا في الصفر ترعاني يعني تكلأني بعنايتك وأنت القوي القادر توفقني وتسددني وتجعل السفر سفرا مباحا سفرا طيبا سفرا مباركا وأن أذهب إلى مقاربي وأيضا أن تكون معي مسددا ومعينا ومعضدا وموفقا نعم ونصيرا فطلب معيات الله للفعلها هنا قال اللهم أنت الصاحب في الصفر بيدعو الله للفعلها أن يكون الله للفعلها الصاحب في الصفر يعني أن يكون معه في الصفر فإن كان معه تقوم بقول النبي أن هذه المعيات المعيات الخاصة يعني هو طلب المعيات الخاصة المعيات العامة المعيات العامة هي معيات الإحاطة للجميع فتكون هذه المعيات الخاصة معيات النصرة والتوفيق والتزديد والحفظ والكلأ والرعاية كما قال الله جعل تجري بأعيننا إنك بأعيننا فتكون هذه المعيات معيات الحفظ والتأييد والتزديد والتوفيق نعم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل طبعا إذا كنت معي في السفر فأنت تخلفني في أهلي أنت تقوم أنت القائم بأمرهم وشؤونهم وتدبر أبرهم كما قال الله تعالى وكان أبوما صالحا فأراد ربك أيبلغ أشدهم وأستخدم رحمته وأستخدم أنزهم رحمة من ربك وما فعلت عن أمري فالك تأويل ما لم تستع عليه صبر الغلط المقصود أنه قال وأنت معي في صبر موفقا معددا من نصير أنت مع أولادي مع أهلي أنت يعني تكون خليفة فيهم فتحصن فيهم العمل بأن ترعاهم وأن تحفظهم وأن تسددهم وأن تحفظ دينهم فهنا كأن أدعو الله وكون الخليفة في أهلي فأنا أعتمد عليك أنت لا غيرك وأنت الذي ترزق وأنت الذي توفق وأنت الذي تعطي وأنت الذي ترعى فلذلك قال أنت ارعى أهلي أنت معي معددا من نصيرا وأنا في السفر ومع أهلي أيضا الذين في البيت لأن الله على كل شيء قدير وما أدعو بهذه الأدعية إلا إلا قلب قد علم وتعرف على الله حق التعرف لا يدعو هذا الدعاء إلا قلب قد تعرف على الله حق التعرف وعلم عظيم ربوبية الله لفعلها أن يكون معه في السفر موفقة معددا نصيرا حافظا له برعاية وعناية وأن يكون مع أهلي أيضا يعني مسددا مسددا موفقا فلذلك قال وأنت الخليفة وأنت الخليفة في الأهلي يعني تقوم في الأهلي تقوم بهم إلى ما يرضيك من طاعات من حسنات من صالحات وتسد عنهم الخلات وتقضي الحاجات فأنت معهم وأنت نصيرهم إذن قال أن كنت فيهم سأسعى إلى ذلك وأنت تكفينا ذلك وهذا أيضا ما هي خاص هذا الطلب ما هي خاص اللهم أنت الخليفة في الأهل وأنت الصاحب في السفر قال أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا اللهم أصحبنا في سفرنا يعني يكون معنا وهذا التأكيد إلى أن يكون معهم في السفر مع آيات التأييد والتفيق والتأييد والنصرة اللهم أصحبنا في سفرنا ولأن الله تعالى مع عبادي قال الله تعالى ما يكون نجو من ثلاث إلا واربع من خمس إلا وسيدسهم إلى آخر الآيات لكن هنا هو معهم نعم في سفرين معضدا ونصيرا لذلك قال قال اللهم أصحبنا في السفر إرعانا وكلأنا وازوي لنا الأرض كما سيأتي قال اللهم وازوي لنا الأرض قال أصحبنا أولا أصحبنا أي كن معنا أصحبنا يعني كن معنا وقلبنا بدمة وفي الوقت وقلبنا بدمتك أي وارجعنا بأمانك وعهدك إلى بلدنا وقلبنا يعني نجعل خير المنقلب النذب لأهلنا سالمين غانمين قال وقلبنا بذمة يعني بذمتك قال وقلبنا بذمتك يعني في عهدك لأنه في بعض النسخ قال وقلبنا بذمتك وراجعنا بأمانك فالمعنى بذمتك فالمعنى هنا أن ردنا سالمين وغانمين على عهدك ووعدك لا يكون نقصان في الدين ولا تغيانا وأن يكون الأمر في السفر قد قتبت له التوفيق والتزديد فنرجع فريحينا إلى أهلنا قال وقلبنا بذمتك اللهم ازوي لنا الأرض قال اللهم ازوي لنا الأرض يعني يعني ضم الأرض بعضها إلى بعض اطوي لنا الأرض المعنى اطوي لنا لنا الأرض طيّن وهذا يكون في الليل أكثر من النهار ومن صار مسافرا يعلم ذلك أن المسافة التي تغيب في ثلاث ساعات الله جل في عليه يجعل فيها البركة بساعة بساعة ونصف هذا طيّن الأرض هذا أكثر يكونوا بالليل لا يكونوا بالنهار أكثر طيّن الأرض وأن زو pieces الأرض يكونوا بليل لا يكونوا بالنهار الله ما زوي لنا الأرض كما قال من سلم ورأيته فضرب بالكودة قال له أكبر ووحطيته الجنزي وقال إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلهما زوى لي منها فالله يجمع له الأرض جمعا ويباك له في الوقت بركة فالجل ويدعو أيضا اللهم أزوي لنا الأرض بحيث أن ينهي ما كان عليه من سفر ويرجع إلى أهله لأن النبي ماذا قال قال السفر قطعة من العذاب السفر قطعة من العذاب فلذلك قال وقلبنا بذمة وازوي لنا الأرض وازوي لنا الأرض قال وهون علينا سفرنا نعم وفي قول هون علينا سفرنا لأن السفر كما قال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم حادتها أو نهمته فليرجع إلى أهله يعني يسرع في الرجوع فإن السفر قطعة من العذاب لكن هذا السفر إن كان لله ينفع لا وإن كان فيه هدف يحقق سيكون أيصر ما يكون على الإنسان نعم وهون علينا سفرنا هذا قال وطعا في الولايات الأخرى واطوئ عنا بعده وهو من طي الأرض أيضا وزيك أقول ما سفاد تنقطع سريعا قال الله ما إنا نعوذ بك قلنا الله ما إنا نعوذ بك إذن العواذ العواذ وهو صدق اللجأ إلى الله لنفع له لدفع المضر إذن قال الله ما إنا نعوذ بك من وعساء أو شف هو هون استعز بالذات المقدسة والأصل فإن دخل في الوسط صفة من الصفات يكون توسلا بهادئة الصفة من أجل أن تنوي الله جل جل في علام الله ما إنا نعوذ بك من وعساء قال الله ما إنا نعوذ بك بالذات المقدسة وقلنا إنه صدق اللجأ الله دفع المضر من وعساء الصفر يمنع ذن salوء وهذه المضرة وهي المشقة واللواء والشدة فهو يدعو الله جلال الفعلاء أن يحفظه الله جلال الفعلاء من وعثاء الصفر شدة الصفر ومشقة الصفر وما فيها من تعب وإعياء ومجهدة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فدعا ربه جلال الفعلاء أن يجعله يسيرا قال نعوذ بك من وعثاء الصفر في الوقت قال نعوذ بك من وعثاء الصفر وكآبة المنقلب وكابة المقلب من الكيب الكابة من الكابة من الهم من الحزن يعني لا يرد إلى أهلي بعد سفر إلى هم وغم وحزن يعني يدخل عبوسا ويخرج عبوسا ويكون فيه ما فيه من الوحشة بين الزوج وزوجي فهو إن كانت تجارته رابحة وإن كانت صفقته رابحة وإن كان قد أنجز ما أراده في السفر فإنه يرجع فرحا مسرورا يسرع إلى أهله من سفره والله رعلا يطغي له الأرض فلذلك هو قال أعوذ بك من كابة المنقلب وفيها كابة المنظر رسول المنقلب الرؤية الأخرى قال أعوذ بك من كابة المنظر رسول المنقلب كابة المنظر بأنه كما قلنا يكون عبوسا الهم والغم على فماذا يفعل يعني يصاب بالهم والغم وسول المنقلب في المال الأهل أن ينقلب الأهل فهيجد فيهم يعني مصيبة ويجد فيهم موتا أو يجد فيهم شيئا يعني يزعد فهذا كله فيه شيء من البلاء الشديد على المسافر لذلك كان يعد الله للفعلاء وأعوذ بك من كعبة المنظر السوق المقلب في المال وأهل الأولاد وقال أعوذ بك من كعبة المقلب والحق أنه قال السوق المقلب في رواية المقلب وفي الرواية الأخرى قال وأعوذ بك من الحور والكون الحور بعد الكون يعني هنا يعوز يستعيز بالله من الردة وأن يبقى ثابتا على دين الله جل فعلا فيستعيزه من أن يرد وتراجع عن دينه فقال أعوذ بك من الحور بعد الكور وكما قلنا بأنه بعد الثبات وبعد السلاة وعلى الرشاد يحتاج المرء إلى أن يلظر بالدعاء وأن يشتهد فيه متزللا إلى أن يثبته الله جل فعلا وأن يثبت الله الخير الذي هو فيه لأن من أحبه الله ثبت له هذا الخير الذي هو فيه من أحبه الله ثبته الله على كل خير قال أبن الحور يعني نعوذ بردوانك من الردة نعوذ بك من الرجوع على الرد على العقب بل لابد من السبات والسداد والرشاد والتقدم وأنت في كل يوم في صباح مساء تقول اهدنا اهدنا الصلاة المستقيم فنعوذ بك من الحور بعد الكور قال ومن دعوة المظلوم لا تكون في سفرك متجرعا على مظلوم فإن الأمر جلل عند الله جل في علاه فإياك ثم إياك ذلك عندنا بعض أصحابنا الأفاضل الأماجد يعني يسأل يقول على الجميع حتى لو كان كافرا نعم حتى لو كان كافرا لأن في التبراني وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بعدما حذر من الظلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وإن الله حجاب فالأخرى قال إنما إياك خرت سجودا لله يتفعل لأنما فزي عن قلوبهم يدعون ربهم فإذا كان المظلوم داعيا هؤلاء يستجاب لهم فيستجاب لهم الملائكة تؤمن ولذلك قال قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا ولذلك قال التلميزي الحوم بعد الكون كما قلنا أنا وقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطالة المعصية أنه يعني الرجوع من شيء إلى شيء نعوذ بالله من أن من أن نتخاذل أو نتراجع عما ثبت الله لنا فيه الخير من دعاء ومن دعوة إلى الله إلى الفعلاء وأيضا من علم ومناقشة ومذاكرة اللهم وثبت لنا هذا خير ما حينا أبدا نعم الآن السنة التلميزي الفوائد المسلم بضع فضل التوحيدي في الحل والترحال إثبات معيات الله وهذه المعيات للممينة خاصة للممينة خاصة حسن التوكل على الله قدك أهله وولده يرعاهم الله بحسن توكل أهله أمرك نعم أمرني إذا لا يضيعنا سبحانك الله وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغثرك وأتوب إليك